السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم تكونوا بخير على خير وصحة جيدة أخواتي مرحبا بكم في قناة مع وصفة أم أحمد اليوم إن شاء الله نشارك معكم الحلوة الكوكو هي غنية عن التعريف كيعرفوها الصغر و الكبار و هي حلوة قديمة و مكونات بسيطة و سهلة و سريعة التحضير وكنت من هذا الوصفة اليوم نلعجبكم و نخليكم على المقادر و طريقة التحضير hola a todos y todas bienvenidos a mi canal وصفة أم أحمد bueno espero que estéis todos bien en el vídeo de hoy vamos a preparar una receta que es un dulce de coco es un dulce que es bueno que se prepara rápido y con los ingredientes que son muy pocos y también muy sencillos y ahora os dejo con los ingredientes y con los ingredientes بسم الله على بركة الله بنسبة الطريقة التحضير نحتاجه. عندنا هنا يا واحد الكاز الكوك او جوز الهند. واحد كاز السكر سكر حبيبة. ثلاثة البيضات اللي على درجة حرارة المطبخ اللي غنحتاجه غير الابيض ديالهم. نسمى العقة صغيرة السكر واني. وقبصة ملح. los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes un vaso de coco rallado un vaso de azúcar tres huevos que vamos a usar solo la clara media cucharadita de azúcar van y una pizca de sal و هناك كما كتشوفو اخواتي بسم الله في واحد البول. هنحتاجو هنا يا اول حاجة غذي ناخدو البيض ديالنا اللي غادي. غادي نسيبروه على الابيض يعني غنحتاجو غل الابيض البيض. وغنحتفضو بديك الاصفر. نمتي وصفة اخرى. مهم اهم حاجة ما يطاولش في الوقت دياله. لانك ما كتعرفوها كيف ديالة. لانك ما اصدقى من البول بگنا يا اولي غادي. لانك ما كتون نكون كتون نصفة ان شغل البيض يمتحو كبيرا وانحين فقط نضيف اشعر وانحن اضوف هناكي امر فضل هناك. يمتحو كبيرا وهذا العنى فضل في البطريقة المشطة اخرى. وانحن نضيف سكره وانحن نضيف وانحن نضيف وانحن نضيف. بأيض وانحن اوحداتنا جاءنا امتحو كبيرا وانحن نضيف حضل افضل كما رأينا الصورة ثم نضيفنا الصورة وضيفنا التحضير يجب أن تزال المكونات حيث أن يزال المنزل تحضر كما ترى نضيفنا صورة الحصول الأزواج حتى ينزل ونزلنا الصورة رأينا كله نضيف الكوكو نضيف الكوكو نضيف الكوكو نضيف الكوكو نحصل على خليط مجموع نحصل على خليط نشف نستمر في التحريك لمدة 10 دقائق نحصل على خليط من هواتف نحصل على خليطة نقوم فيخت المزادات نحصل لنشف نحصل على خليط نحتك نحصل على خليط seine خلال نحصل على خليط y sin parar de batir como veis y vamos a moverla unos 10 minutos sin parar para que no se pegue en la olla y también para que obtenemos una mezcla que está seca y cuando está seca nuestra mezcla lo vamos a quitar del fuego y lo vamos a dejar que se enfríe un poco el fuego y los agua a la temperatura del cocina mientras que le vamos al frigorifico ya que no te veis, ya que no te veis, ya que no te veis la mezcla, ya que ya que salve el fuego, ya que no te veis تنزل الأن ندخل طويلة ندخل طويلة ونظر حرارة المطبخ اقل طويلة ما تستعد لكن تقوم بسرعة como veis aquí después de tener una mezcla que está bien seca como veis de esta textura lo vamos a dejar como he dicho que se enfríe y coge la temperatura de la cocina aquí como veis se ha cogido la temperatura de la cocina ya está fría lo vamos a tapar con un papel así de plástico y lo vamos a llevar a la nevera por lo menos una horita o si queréis prepararla en el mediodía ahora voy a dejarlo para hacer nada pasamos por elette a mi amigo voy a hacer una mezcla de caliente para que quede una semana pero si queréis que quede una semana al día 30 de la qu досa no hay nada y después de mi la mezcla de caliente la mezcla de caliente ya está recorrer la mezcla de caliente y luego le voy a hacer más una vez او فوحت سينية. اللي اغن دخل الفران. عمتلا البابل ديورنو او الورق الفرن. وغادين بدن شكل هكدا غريسات او كورات حي هكدا وندغط عليهم. كمو بيز اكي. دسوز دي ساكار نوستر ايه. نوستر امسكلا دي لانه. دسوز. انا مي كاسو. ايه. انا 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 واناтор انا 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 اaco انا انا انا. انا 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 اس Knock. من جزي HAوا. انا انا دعوهان. انا 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 ا về. انا اma انا انا اج سين انا الحجم- انا. او انا انا اتني الاسم 1978 انا 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 نر 1945 لارد ادا انا نر. سوف نقوم بتنقية المسكين او مصفحة او مصفحة او مصفحة سوف نقوم بتضعفة como veis aquí tengo aquí solo son 10 10 dulces pero si queréis más podéis doblar como he dicho los ingredientes y aquí vamos a llevarle al horno que está precalentado a 150 grados en mi caso ya sabéis cada horno es un mundo y lo tenéis que dejar unos 10 minutitos como veis le he puesto la bandeja en la mitad del horno lo tenéis que dejar unos 10 minutitos por arriba o por abajo 150 grados y cuando pasan los 10 minutitos lo empezaréis a vigilar cuando está doradita lo podéis sacar como veis aquí aquí vamos a dejar el horno que tiene un horno de 10 grados de horno de 150 grados de horno de 10 grados y ahora vamos a llevarle a 11 de grado como veis le he puesto el horno y ahora vamos a llevarle a 11 de grado y ahora vamos a llevarle a 11 de grado y aquí vamos a llevarle a 11 de grado esto es el horno de 10 de grado يمكنك تخيله من تلك الأطور يمكنك تخيله من أبقاء طعام يمكنك تخيله من الأطور يمكنك تخيله سعيدة أجده أفضل لنبدأ لنبدأ من أجل أجد من أجل سحن الأطور لأنه سأجد انا قد دعوه رائعة رائعة ومكونات بسيطة و سهلة como veis aquí está nuestro plato después de decorarlo y bueno aquí voy a bueno la manera de decoración como queréis lo podéis presentar de cualquier manera en cualquier plato y aquí os voy a presentar os voy a partir una para que veáis como está por dentro mira como está parece al macarón porque bueno es un dulce de coco pero parece al macarón y la porque tiene la misma textura como veis está doradito y está riquísimo y seguro que os va a gustar como que te ha gustado a chawati y ahora ya voy a contar con un solo para verlo como que te llegue al dachil, al chile, al chile o al litro y en el sábado como te lo sabéis y como que te ha gustado y como que te ha gustado اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا